خلال عام واحد تسببت جائحة كورونا بوفاة مليون وقرابة 900 ألف شخص حول العالم وأصيب حوالي 86 مليون شخص بالفيروس وذلك منذ أن أعلنت الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر الماضي اليوم وبعد أكثر من عام ترسل منظمة الصحة العالمية فريقا إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء في مهمة وصفت بأنها لمنع تكرار أخطاء الماضي لكن ما أسباب انتظار المنظمة عاما كاملا لبدء تحقيقاتها وهل ستشمل مهمتها مدينة وهان حيث ظهرت أول إصابة بعد مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد تبدأ منظمة الصحة العالمية التحقيق في الصين حول مصدر الوباء وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية شديدة الحساسية للنظام الصيني الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص في كل أنحاء العالم وخاصة مع الاتهام المستمر لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بالتسبب بانتشار الفيروس وحتى يومنا هذا لا يسمحون لمنظمة الصحة العالمية ببدء تحقيقاتها حول مصدر هذا الفيروس وذلك رغم وعودهم وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بيكين وفق متطلبات الوقاية من الوباء وسيكون أمامهم أربعة أسابيع للتحقيق والذهاب إلى يوهان في العشرين من يناير أي بعد عام من عزل هذه المدينة وهذا التاريخ هو أيضا الموعد المقرر لمغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ويفترض بعض المراقبين أن بيكين ربما أرادت انتظار رحيله قبل البدء الفائلي للتحقيق حتى لا تعطي انتباعا بالرضوخ لمطالبه لكن تأخر الصين في قبول تحقيق مستقل يجعل من الصعب على الباحثين العثور على الأثار الأولى للعدوى ومصدر الفيروس في المقابل تقول منظمة الصحة العالمية التي تتهمها إدارة ترامب بالتحيز إلى جانب الصين أن لا شك لديها في قدرة خبرائها على تنفيذ مهمتهم بحرية حتى لو لم تؤكد بيكين بعد أن يوهان موجودة ضمن برنامج زيارة وتضم البحث عشرة علماء من الولايات المتحدة واليابان وعدة دول أوروبية مشهود لهم بخبراتهم على أصعيدة مختلفة وقد أكدوا في وقت سابق أن الهدف من زيارتهم للصين ليس تحديد ما إذا كانت دولة أو سلطة ما مذنبة بل فهم ما حدث لمنع تكراره ينضم إلينا من فيرجينيا ديفيد ماكسويل باحث مختص في الشؤون الآسيوية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أهلا بك معنا أبدأ معك بسؤال الذي طرحناه قبل قليل لماذا فعلا انتظرت منظمة الصحة العالمية عاما كاملا لإطلاق تحقيق في الصين حول أصول فيروس كورونا السؤال يجب أن يوجه إلى منظمة الصحة العالمية ولكنه دليل على نفوذ الصين على هذه المنظمة والنفوذ الذي تحاول الصين بسطه على المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم منظمة الصحة وبدعم من الصين تعطلت أعمالها وكان هناك دعم لسياسة صين واحدة وبالتالي هو عبر عن انحيازه للسياسات الصينية أيضا من منظور عمل الصين من الواضح هي دولة أو نظام سياسي سلطوي ويسيطر على النفاذ إلى الصين والخروج منها الأولوية بالنسبة لوهان كانت وقف انتشار العدوى والصين لم تتمكن من ذلك والآن ولدينا الكثير من المعلومات عن الفيروس وعن التحور الذي حدث والتغيرات والسلالات المختلفة التي تنتقل في أنحاء العالم الآن أنا أحب أن أرى أو كنت أود لو كان هناك تحقيق مبكر لتحديد ما إذا كان الفيروس قد تطورا طبيعيا أو جاء نتيجة لحادثة في مختبر خلال القيام باختبارات تجربية هذا ما يجب أن نتأكد به ما الفائدة إذن من هذه المهمة وإلى أي مدى هناك فعلا سيكون تشكيك بنتائجها إن كانت منظمة الصحة العالمية هي متهمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل الدول الأوروبية بمحاباتها وانحيازها للصين آمل أن المهنيين والعلماء الذين يقومون بالتحقيق آمل أن يسمح لهم بنشر والإعلان عن النتائج التي يتوصلون إليها مهم أن يتم الإعلان عن اكتشافاتهم حتى يكون هناك تقييم موضوعي للمعلومات هل منظمة الصحة العالمية توفر الإجابة المحددة من الصعب أن نعرف أخذين بعين الاعتبار النفوذ السياسي في المنظمات الدولية ولكن إذا استطاع العلماء الحصول على معلومات موضوعية والقيام بتقييمها والإعلان عنها العلماء الآخرون يمكنهم عندها أن يقيموا هذه المعلومات وأن يكون هناك حكم مهني بالنسبة لمصدر الفيروس مهم أن نعرف مصدر الفيروس حتى يتم التعامل معه بطريقة أفضل الصين لفتت إلى وجود أكثر من رواية حول أصل هذا الفيروس ووصفتها بأنها جميعها خطرة ولكنها قالت بأن ظهور الفيروس في الصين لا يعني بأن مصدره من الصين يعني إلى أي مدى أن نستطيع أن نفهم بأن الصين فلن تحاول أيضا التهرب من مسؤولياتها فيما يخص هذا الفيروس أعتقد أن من المثير الاتمام بشكل عام عندما اكتشف الفيروس وأعطي هذا الاسم حتى الصين في يناير 2020 في الصحف الصينية سموا الفيروس الالتهاب الرئوي أو التهاب ووهان الرئوي وبالطبع هذا لا يعني أن المسؤولية تقع على كاهل الصين ولكن هناك حقيقة وهي أن الفيروس حدث هناك والصين قامت بخطاب عدائي ولم تسمه فيروس ووهان وضغطت على منظمة الصحة لإعطاء الفيروس اسم كوفيد-19 أعتقد أن هذا مؤشر يفيد أن النظام السلطوي في الصين لن يقر بأي شيء وسينكر أي شيء كما يفعل الآن من ناحية محاولة القيام بتوجيه اتهامات مضادة والقول أن الفيروس ظهر في أمريكا وهناك نظرية مؤامرة أن الفيروس جلب إلى الصين من الولايات المتحدة وهذا يؤشر إلى أن الصين في موقف دفاعي ولكن من المنظور العلمي والطبي نحتاج أن نعرف مصدر الفيروس وكيف تطور وانتشر هذا الفيروس هنا أود أن أذكرك أيضا بأن الصين رفضت دعوات التحقيق حول كورونا واعتبرتها أنها تحمل دوافع سياسية ربما برأيك لو وافقت الصين على الدخول وتقصي الحقائق فيما يجري حول هذا الفيروس إلى أي مدى كان المشهد الآن مختلفا عالميا من الصعب أن نعرف ولكن أعتقد ذلك الشفافية في البداية كان يمكن أن تمنع تسييس العملية الصين بالتأكيد سيست الموضوع بناء على أفعالها وقاد سياسيون آخرون في العالم وجهوا أيضا خطابات سياسية تتعلق بالفيروس أعتقد أن الصين كان يجب أن تكون شفافة وأن تكون عضوة مسؤولة في المجتمع الدولي ولو كانت ناشطة في البداية لربما لم يكن هناك انتقاد كبير لها ولكن العالم في موقف أفضل لو سمحوا بتحقيقات مبكرة وفهم مبكر للفيروس والقيام بإجراءات وقايا عالمية وبالتالي سيد ديفيد هل يمكن أن نفهم الآن ما هو الهدف الحقيقي من هذا التحقيق وإلى أي مدى هو متعلق فعلا بكشف الحقائق فيما يخص أصل هذا الفيروس إن كان من الصين أو لا أم أنه لمنع تفشي الفيروس في المستقبل أو معرفة إن كانت هناك ربما أي تداعيات لهذا الفيروس في المستقبل أعتقد أنها تشكيلة من كل هذه العوامل نعم ضروري أن نعرف المصدر هذا ضروري كي نفهم الفيروس ونفهم الفيروس الحالي وكيف ينتشر وأيضا هذا يساهم في الوقاية في المستقبل هل الفيروس تطور تطورا طبيعيا أو هل انتقل من وطوات ومن سوق إلى البشر هل كان هناك اختبارات عليه وحدث انتقال إلى البشر ضروري أن نعرف المصدر حتى يقوم العلماء بأفضل ما يمكنهم لمعرفة كيفية التصدي كما قلت عامل مهم هو من حدوث هذا في المستقبل هذه الأسئلة التي طرحتها إلى أي مدى فعلا ستكون هناك صعوبة في الحصول على هذه المعلومات وأيضا ربما سيكون أيضا من الصعوبة التوصل إلى إجابات عن كل الأسئلة التي تطرح ولتتخص أصل وانتشار هذا الفيروس هناك عقبتين الحكومة الصينية وهل ستكون شفافة هذه عقبة العقبة الأخرى علمية هل هذا فعلا فيروس جديد على الرغم أن عمره أكثر من عام الآن وإذا كانت جديدا فإن الأشياء العلمية المرتبطة بالفيروس تشكل عقبة الخبراء العلميون عليهم أن يفحصوا هذا الفيروس في مصدره ومعرفة قدر الإمكان أو ما يمكن معرفته قدر الإمكان وأنا آمل أن المحققين من منظمة الصحة وهم من الأفضل في العالم آمل أن يتمكنوا من تحديد يساهم في حماية البشرية في المستقبل أشكرك جزيلا شكر ضيف من فرجينيا ديفيد ماكسويل بحث مختص في الشؤون الآسيوية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية شكرا جزيلا لك